السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم وجبة كاملة متكاملة ممكن تقدمها سواء الغداء او العشاء اطباق اللي رغم البساطة ديالهم الا انهم تجوا بنان بزاف وسريعين في التحضير نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستبدوا معي فيه ويلا هنبدأوا بسم الله لنشرم الجاج في الانا افين غادي انطيبوت ولنشرم له انا قمت بتصلاق كبيرة والتي قمت بتحضيرها او طحنها لكي اتيكم 1 لاصوس او 1 تغيمير مرة اللي كاتجي خاطرة في الدخش اضفت عليهم 1 تغيمير ثوم ثرومين او 3 اضيف كذلك مع القصغير عمراء الموتاقت او الخردل نضيف الزيت الهريسة نضيف عصر الحمضة قم يضيف معلقة صغيرة سوف نضيف معلقة صغيرة سوف نضيف مكسجين ثم نضيف توابل يجب أن تستغنوا عليها أساسي هو التوابل التي تكون متواجدة في أي بيت كامون، سكينجبير، تحميراء أو خرقوم لم أضفت شنان ملحة حيث يدير الموتعغد وكذلك التججر يغسلها جيدا والفران يوجد مشحرة وناشفة يوجد ملوحة لا يوجد ملوحة في هباتات الملح ونضيف الملحة سوف نضيف ملوحة كمية مناسبة الملحة الأساسي يجب أن يكون ملوحة يجب أن تأكده يجب أن يكون متأكده ويجب أن يكون ملوحة وكذلك البصلة يوجد أن يكون ملوحة يجب أن يكون ملوحة خلصة ملوحة أخذت ملوحة وثير من الأساسي وشروعون تستخدم الفخاد وستخدام الفخاد المهم لكم الاختيار ممكن كذلك انكم تشويه سيكون مضاق احسن واحسن مهم انا ما شويته طيبته فقط في الفران ومع ذلك جاء وبنين بزاف سوف نغطيه بلاستيكا وندخله لتلاجه كيف عارفين شحال ما بقى في هالتتبيه لهذه شحال ما يجي ألد وكي تشربها مزيان ونغطيه وندخله حتى الوقت ديال الطياب سوف نغطيه تقريبا 1 ساعة او ساعة ونصف اذا لاحظته في الاول تسبيله فاني مدرت شقاع الزيت من غير ذلك الزيت اللي دايرها في الهريسة قبل ما ندخله الفران سوف ندخله واحد شوية زيت الزيتون انا استعملت هذه المنسبة بالتومة والأعشاب او قدروا غير زيت الزيتون سوف نضيف كمية الماء تقريبا 1 نصف كاس ونغطيه بورق الطبخ وندخله الفران دائما تكون غير من التحت حتى نشوف النجاج ديالنا سوف نحيط الورق للطبخ ونشل عليه من الفوق باش يتحمر لنا ونشف وتشحر لنا وكي قلت لكم الى شويته سوف يكون مدقته احسن واحسن يعني ممكنها تتبيه لها تجيجة صغيرة تفصلوها وبالنسبة لمدة طياب الجاج تبقى على حساب الوزن الجاج سوف ندخل الجاج ديال الفران سوف نحضر خضر اللي تهيه سوف نطيبوها في الفرن في الصينية ديال الفرن تشكيله من الخضر فيها البصلة في الفلاح مراب جازار وكذلك القرعة الخضر اللي قطعتمها كي على شكل اصابع وطبعا الخضر كتبقى على حساب الدوق ديالكم وعلى حساب اللي متوفر عندكم ممكن تديروا فلافل الوان شيفلور وبتطحلوة لشودو بروكسل بروكولي المهم اللي بغيتو وكذلك الكيمياء كتبقى على حساب الافراد ديال اسرات ديالكم انا هنا الخضرات ديالي قطعتها كي على شكل اصابع او كتقطعوها بشكل دائري وغاد نضيف لها هنا انا هناك جوج معلقة كبار ديال السلسطة ديال التماطم اللي كان نحضر معاكم كتبقى الخضرات وكتبقى الخضرات كتبقى الخضرات وغاد نتبل بنفس التوابل اللي درنا في الدجاج الملحة البزار الخرقوم التحميراء من غير التوابل ديال الدجاج هو اللي درت فتتبيلا ديال الدجاج اضفت كذلك واحد المعلقة صغيرة ديال الموتى ممكن اضيفه حتى السمن الى بغيته السمت هنا الخضرات ديالي بالزعتر وغاد نضيف كذلك شوية زيت الزيتون او زيت الزيتون عادية ممكن في بلاس ديال السلسطة ديال التماطم اذا كانت عندكم تومات سوريز او تاخدوا واحد الحبة ديال التماطم وكتقطعها الى قطع صغيرة كي قلت لكم هنا يدى التماطم كتتخلينا هذه الخضرات كتتجينا وكتجي فيها بحل واحد لاصص في هذه الخضرات سوف يخلط جميع الخضر مع بدك تتبيلا مسيان وغاد نضيف شوية ديال الماء وغاد نغطيها بورقة ديال تبخوا ندخلها الفران هنا يكن جاج ديالي تقريبا 1-9 ساعة يعني عندما نقيت الخضرات ووجد المكونات مباشرة سوف ندخل الخضرات في نفس الوقت مع الجاج لكي يطيبوا لي دقة واحدة وطبعا راكم تراقبوا الخضرات كتتيلشتوها انها انشفات من الماء وكانت الخضرات مازالا تزيدوا لها شوية ديال الماء حتى تقلبواها بشي سكين او فرشيطة الخضرات سوف ندخل تحضروا لها ورق الطبخ وكتشلوا عليها النار من الفوق لكي تتحمل لكم فهذه الأثناء سوف ندخلوا السلطات المرافقة حضرت هنا السلطة البسيطة الخاصة لخيار التماطم والبصل وكذلك هنا شرائح البرتقال أو النافيل يعني السلطة المحبوبة بسيطة جدا لكن جيد جدا ولكن نلب زليفة بعض 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 سوف نقوم بتصغير مزهر و سوف نقوم بتصغير مزهر وبعدها نقوم بتصغير م Instant سوف نفقي خلاط للمخطر too سوف نقوم بتصغير مزهر و ادعاء خضرت خضرت غالب إذا نقوم بتصغير خضرتض خضرة ضع الأشخاص سوف نقدمها في أطباق التقديم تقديم تبقى على حسب توقيتكم ممكن ان تفننه في التقديم سوف نستفل خضراتي في أطباق وهنا تكون الججز هذا هو الشكل بعدما طاب شلت عليهم من فوق حتى تحمر لنا لدينا نشفة وشحرة وشحرة يقوم بمتازل يقوم بعمل ملحة فهو مغسول مزيد وفران يقوم بعمل ملحة ونشفة سوف نقدم تقديمها لها أطباق فردية ويمكن تفرش فيها الخاص ودخش اطباق جانبية مهم التقديم دائما تبقى على حسب توقيتكم وعلى حسب توقيتكم وصفت لي تطبيقات على الانستغرام وهذه هي الوجبة اليومة سريعة جدا لا تحتاج انك توقفي مدة طويلة في المطبخ تشرم لي تجاج تخليه الفران وترفقه مع صلاتة بسيطة تحلية أو ديسغ وهان تياق تمتي وجبة كاملة متكاملة بوصفات اللي بنينا والديدة بالسف اتمنى ان الاقتراح دي اليوم يكون عجبكم تكونوا سفتوا معي في هذا الفيديو ولو بالقليل في انتظار اقتراحتكم ارأكم كذلك بتعمو تشجيع ديلكم ما تنسونيش من صالح الدعاء و الى الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة ابنم